ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعلم صاحبه نبدل هذا التكبر والتعجرف بما أنعمه الله سبحانه وتعالى عليك لولا دخلت بتواضعك وباعترافك بأمر الله سبحانه وتعالى وبما وهبك من الخير وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وفي هذه الآية الإمام جعفر الصادق سليل بيت النبوة أيضا أحد النوابغ الذين نبغوا في التاريخ الإسلامي كان يقول عجبت لمن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا أردت نعيما في الدنيا بأمر الله تعالى التزم قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن شاء أن تكون فقيرا فلتكن فقيرا لا قوة إلا بالله هو الذي يمنحك الغنى وإن شاء جعلك غنيا لا قوة إلا بالله هو القوي وهو القادر على أن يمنحك الغنى وهو القادر على أن يقهرك وأن يقدر عليك رزقك سبحانه وتعالى فإذا ملتزمت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن كانت لديك نعمة حفظها الله تعالى وإن كان قد كتب لك نعمة كتبها لك من باب خير ومن باب حلال ومبارك وحفظها عليك على الأقل لا تخسر ما أنعم الله تعالى به عليك لذلك علمنا من أسلافنا وحتى وإن وردت بعض الأحاديث التي فيها نظر في أسانيدها أن الإنسان إذا ما أعجبه شيء من مال أو ولد أو من أي خير لأي إنسان فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما؟ لأن الغاية أن تحفظ هذه النعمة سواء كانت للغير أو كانت لك نرجع إلى كلام الإمام جعفر الصادق قال عجبت لمن أراد الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني رأيت الله قال بعدها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا وعسى في حق الله تعالى واجب أن أقول عسى الرجل أن يحضر بمعنى قد يحضر وقد لا يحضر وعسى في اللغة العربية للترجي أو للرجاء لكن الرجاء في حق الله واجب فعسى ربي بمعنى الله سبحانه وتعالى قادر على أن يملحني وقادر على أن يعطيني لا شك في ذلك سبحانه وتعالى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك لذلك نحافظ على هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله أولا فيه إرادة خير لكل ما نلقى ولكل ما نرى ونعايش من النعم على غيرنا من الناس تخلو قلوبنا من الحسد والضغينة والبغضاء والحقد ونوجه أمرنا لله سبحانه وتعالى في أن يحفظ نعمة هؤلاء وأن يرزقنا بمثل ما رزقهم أو بأفضل مما رزقهم فتشعر حقيقة بسلامة قلبك ويعزيك الله سبحانه وتعالى ويواسيك على الأقل بذكره على الأقل أنت تذكر الله أنت لا تخسر شيئا بل على العكس أنت الرابح إذا ما ذكرت الله تعالى وأشغلت قلبك ولسانك بذكره سبحانه وتعالى